كراكر سهيلتي اولا مملحات صحية هو الفيديو دي اليوم عبارة على ثلاثة الوصفات محضرة فقط بالحبوب والبذور ما فيهاش لبيض ولا زيت ولا اي نوع من الدقيقات بقوا معي حتى الاخير غدي نشوفوا معي المملحات بزرعة الكتان ونور الشمس غتشوفوا معي مملحات بمكوين واحد فقط اللي غنسمها بالريحان ومملحات بالزرعة دي القرعاء وكذلك الجوز اولا القرقاء اذا كنتوا اول مرة تدخلوا على القناة فما تنسوش تشاركوا فيها وكذلك تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ومرحبا بكم معي كاملين على مطبخ الزيت والاخضر معكم هند مملحات بحبوب الكتان ونور الشمس مملحات بزرعة الكتان ونور الشمس زرعة دي اللي تنكلوها دائما مملحات بزرعة الكتان ونور الشمس زرعة الكتان كانت عندي دجا مطحونة ممكن تكون عندكم ما مطحونة تستعملوها في هذا الوصفه كذلك سوف ندير شوية الملح باش ننسم ونخلط هاد المقادير في الاول بوحدها على اساس اني سوف نطحنها ونرملها ونردوهاش بباودر نخليو الحبوب يعني نخليوها غليدة في ايدينا ما نتحنوهاش بزيف كما كتشوفوا معايا في الشاشة ومن بعد نضيف الماء هادي هي الوصفه كاملة بالمقادير ديالها كاملة ما غاديش نستعملو لا بيض ولا دقيق ولا زيت ولا زبدة ولا حتى شي حاجة في هاد الكراكرز غادي نخلطوهم بالماء وغادي نعود نتحن مرة واحدة وغادي ناخد الخليط ديالي وغادي نحطو في هاد الاناء من بعد غادي ننبسطو كما غادي نشوفو معايا هاد الكراكرز كما قلت لكم راهم سحين مياه في المياه شوفو معايا المقادير بسيطة جدا من نسبة الملح هنا على حسب الضوغ ممكن ديرهم مسوسين إلا كنتم تبعين حمياء غذائية بدون ملح فممكن ديرهم مسوسين كما ممكن ديرهم حلوين نضيفو احد معلقة ديالسكاري اللي بغيتو في هاد الكراكرز في عوض يعني في عوض الملح هنه باش نسهل علي ايه العملية ديال يعني باش نبسطهم غادي ناخد جوج ديال اوراق ديال الفرن وغادي نسرحهم بالمدلك هنسرح هاد الخليط ديال الكراكرز ديال زرعة الكتان ونور الشمس هنه زرعة الكتان ضروري في هاد الوصفه علاش لانها هي اللي غادي تلسق لكم هاد الكراكرز ومنها غادي نتابو هيت كيما شفتوره ما هكينش لا دقيق ولا حتاش نوع من الدقيقات في هاد الوصفه كيما في هاته في الوصفه الاخرين دونك في هاد الوصفه استعملت زرعة الكتان هي اللي غادي تكون كملسق او لا هي اللي غا تلسق لكم هاد الكراكرز ديالكم دونك بعد ما تتبستوها بالمدلك تماما تبستوها رقيقة غادي يتوضعوها في واحد اللاطا اللي تكون شكل ديالها يعني مستطيل كيما ممكن تكون دائرية ماشي مشكل ولكن تحاولو يكون يعني الشكل متساوي يعني تحاولو تقدوها مزيان يمكن هادي هي المرحلة اللي الصعيبة في هاد الكراكز هي انكم تحطوهم في اللاطا وتحاولو تبستوهم وهما تبقاو تلسقو دونك دهنو ايديكم بزيت الزيتون كيما ممكن تستعنو بهاد الالة ديال هاد الملاسة اللي تنديرو في الكريم اللي تبغو ننصوبو الحلويات بالكريمات دونك والموس حتى هو ديرو ليه زيت الزيتون او لا زيت جوز الهند كدهنوه باش ما يلسقش لكم هاد الخليط او هاد العجين ديال الكراكرز كندخلو من الفراني طيبو على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة فقط غادي يبانو لكم تحمرو وتتخرجوهم كيجيو رائعين والدد بزيف راح تيترافقو يعني ممكن تحطوهم بحال سناكس سحية في النهار مع الحموس او لا مع الشي سلطة ديال الطماطم كذلك والبصلة كيما ممكن يتهرسوهم فوق السلطة ديالكم في عوض الخبز يعني مثلا سلطة ديال السيزاغ اللي تكون فيها الخبز مقطع ممكن تعودوها بهد الكراكرز بحالكة سحيين في عوض الخبز دونك شبتو معايا انهم سهلين وبساط المرحلة اللي صعيبة فيهم هي منين غادي نتبسطوهم وخاسكم تشكلو داك الشكل المستطيل و تقطعوهم بشكل متساوي و تدخلوهم الفران هذا هو المملحات ديالنا بزرعة كتان و النور الشمس غتشوفو معايا مملحات الريحان اللي غنحضرها بمكوين واحد فقط واللي هو اللوز اللوز مطحون هنا مكانش عندي اللوز في الدار و درت غير اللوز ايفيلي تحنتو في الخلاط الكهربائي كان عندي غير اللوز ايفيلي و تحنتو و تنظيف عليه هنا اللي غادي لصقليكو معاو تاني هادلي كراكرز منين غادي نطيبوه هنا استعملت بودور القطونة او لبسيليوم هوسك الى ما عندكم شو ممكن يستعملو زرية الكتان الى ما عندكم شو ممكن يستعملو حبوب الشيه هادو كلهم ملثقات في عواض البيض لانه ممسعمليش البيض كما قد لكم فهذا الوصفات ممسعمليش الدقيق ممسعمليش حال من حاجة اللي غادي تلصق لكم هاد الكراكرز اللي هما شوتو معايا غير بالحبوب دوك غادي ناخد اللوز ديالي اللي مطحون ضفت عليه حبوب ديال بسيليوم هوسك او لا حبوب القطونة معاهم نسمتهم بشوية الملح والفلفل اسود و كذلك بالريحان او للبازيليك اللي كارم ممكن تعاوضوه بالزعتر الى عندكم في المنزل او لا تديروهم غير بالفلفل احمر مثلا تحميرا او لا يعني ممكن تديرو اللي بغيتو سوف نضيف عليهم فقط واحد جوج معا القبار يعني معا القواء كبيرة احتل جوج معا القبار ديل زيت الزيتون فقط و غادي نرمل هاد هاد اللوز ديالي دونك غادي نرملو يعني نتاكد مزيان ان الحبوب ديال اللوز دغطوه مزيان بزيت الزيتون و من بعد غادي نضيف عليهم واحد اربعين مليليتر من الماء تقريبا جوج حتى ثلاثة المعا القبار ديل الماء فقط و غادي نتاكدوها حتى هي و غادي نديرو لها نفس الشيء غادي نتبستوها بين ورق ديل الفرن و من بعد غادي نحطوها في اللاتة ديل الفرن و غادي نتحاولو تديروها على شكل مربع او لمستطيل و غادي نتقطعوها و تدخلوها الفرن طيب من بعد على درجة حرارة 180 احنا هاد الكراكرز دغية تيطيبو 15 دقيقة فقط و تيطيبو لكم كي يجيو رائعين المدق ديال هاد الكراكرز كيبانو بحل لا فيهم الجبن او لا فيهم البيض او لا فيهم هما ما فيهم حتى شي حاجة شفت معي المكونات اه فقط لوز و واحد جوج مع القبار ديال زيت الزيتون هنستعنت بهاد رولو ديال بلاستيك ساعدني بزاف بسط هاد النوع ديال العجينات اللي كتكون كتل السق يعني هاد العجينات منفق معها لمدلك لمدلك كان كي للسق دروري خذكم تستعملوا ورق سوفي غيز الورق عفوان ديال الفرن و هاد الملة ساحته هي مبعد ما بقاش نفعت معي نفعت معي مع الكراكرز اللولين اللي درت بالكتان ولكن هاد الكراكرز ديال اللوز ما نفعتش دوك اللي نفعت معي هي هاد البلاستيك ديال بلاستيك ديال هي الصراحة ديال الابنة ديال لابتا مودي ديالها دوك اللي لقيتوها عندكو في المنزل اولو دوك المدلك ديال صغير ديال بلاستيك حتى هو اللي تيكون ديال الابتا سكر حتى هو وره هيجيكم زيان ومغي لسقش لكم فوق هاد العجينات دوك غادي نقطعها استعنت هنا يديرو دائما نقطعو بالقطاع ديال بيزا وكتحصلوا عليهم بعد ما تطيب هاد الكراكرز كتحصلوا على كراكرز صحيين مية في المئة ما فيهم حتى شي يعني حتى شي نوع مدقيقات ديال ديال الكلوتن وكذلك حتى البيض او الزيت او لا اي يعني اي اضافات اخرى كيجيوا رائعين كيجيوا لداد 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 بزاف عبلي سناكس ديال الكراكرز الصحيين من بعد غادي نشوفوا مملحات اولا كراكرز باليقطين حبوب اليقطين والجوز اولا البامبكين سيتس واللينوتس اولا نوتس دوك غادي نديرو القرقاع هنا غادي ندير 50 جرام ديال القرقاع معها مية وخمس وعشرين جرام ديال حبوب اليقطين حبوب القرعه الحمراء كذلك الزنجلان هنا درت الزنجلان اسود والعادي يعني بجوجه مراح حبوب زنجلان هذا كبير لكم اسود راها ماشي الحب السوداء راح حبوب زنجلان اللي تيكونوا في الاسود هنا الشي يا سيدس عرفتو الدور ديالها هي اللي غدا تكلن يعني الملسق ديالها بالكراكرز منين غادي نطيبو دائما الملح وتنطحن في الاول هاد الحبوب هما الولين واخر حاجة هو المسا نضيفوه من بعد دائما ما نطحنوه مش بزاف نخليوهم يعني نبقاو ينخليو الحبوب غليضة يعني نشوفو هما ناخدوهم في ايدينا يبقاو غلاض على اساس من انتا يتحمرو من بعد في الفران انتا نحسو بدك الماداق او لا تنشوفو دوك الكراكرز اشنو فيهم دوك هما هادول الحبوب من بعد ما طحنتهم غاد ينضيف الماء وغنخلط لمرة واحدة دوك دائما ما تبقاش خلطو بزاف لديه هو غير دك الماء يدخل او لا يجمع لكم شوية العجين وتتحبسو غادي يندير نفس طريقة ونفس يعني غادي ينبسطهم في الورق احنا يا هادي درتها ديركت في اللاطة يعني ما بستهاش من قبل فوق يعني فوق فوق جوج اوراق ديال الفرن درتها ديركت في اللاطة ديالها واستعنت بهاد بهاد المديلك الصغور اللي قد لكم ديال بلاستيك صراحا فعني بزاف ممكن يعني تاخدو غير تقدر تاخدو شي شي تيو تقطعوه الى كان ممكن الى ما قدرتوش تلقاه او ذاك المديلك الصغير ديال باتا سويك خيته هو راح تيكون مزيان وغادي ينفعكم وما غلسقش لكم مع هاد نوع ديال العجينات هاد العجينات تلسقو تنسرحو مزيان على الشكل مستطيل او لشكل مربع وغادي نقطعهم وتندخلهم الفران يطيبو على درجة حرارة 180 بالنسبة لهاد الكراكرز تياخدو شي شوية الوقت اكتر 25 دقيقة كما ممكن تقلبوهم بعد ما تتخرجوهم وتعودو تدخلوهم الفرن الى شغطولة خرجتوهم وبانو لكم راحما ماشي مقرمشين كفاية فممكن تردوهم الفرن وهدو هما المملحات ديالنا بثلاثة الكراكرز هيلتي شفتو معايا ساهلين وبساط العملية او للمرحلة الصعيبة فيهم هي من انت تحطوهم في اللاطة وخاسكم تقدوهم على شكل مربع او لمستطيل باش تقطعوهم المكونات والمقادير كندون انها عندكم في المنزل الى عندكم وإلا جربتوش يوصى من هاد الوصفات ما تنسوش تبعتوها ليا نعلا تفحتي على الانستغرام او لا على الفيسبوك وما تنسوش تجيوا الفيديو يوم على اصدقاء ديالكم ونتلقى فيديوهات اخرى ان شاء الله خليتكم على خير صحيحكم السلام عليكم اشتركوا في القناة